اوكي بشكل سري جدا في 32 نوع اليوغا في مدرستين اليوغا مدرست لورد شيبا الي عمرها 5000 سنة مدرست لورد صوري مدرست بودا الي عمرها تقريبا هلا 3000 سنة المدرس الي انا درست فيها ويلي راح نسويها هلا مدرست شيبا لورد شيبا الي خمسة الاف سنة عمرها بايسيكلي بدرسو انا اشي اسمو أعندا يوغا أنا عنده يوغا بجمع بين سيدا هارتا يوغا هادانا يوغا وأكتر من النوع يوغا هدولة كلياتهم باسيكلي مسؤولي عن الشاكراز اللي هي مراكز الطاقة بجسم الإنسان في حدا بيعرفه كم من شاكرات كل واحد غير ربا ربان الشيطان غيره غيره مين في حدا بيعرف؟ ما حدا كل إنسان في سبع شاكرات سبع مراكز طاقة بتعرفين ربا؟ أحكيهم إده لا أنت كيهم سبع نواع شاكر اللي عنا هي الكراون شاكر اللي هي الشاكر المسؤول عن الوزدم طبعتنا وعن الديسجين اللي ناخدها عنا ثرد اي شاكر اللي هي موجودة هون اللي هي مسؤولة عن توقات النير فيوتر توقاتنا المستقبل وإيش إحنا حابين نسوي أو كيف نفكد المستقبل طبعنا ثروت شاكر اللي هي الحنجرة المسؤول عن الكمميليكيش وعن المحادثة بعدين بيجي الهارت اللي هي مسؤولة عن الناس بنحبهم وكيف نتعامل معهم النيذل اللي هي مسؤولة عن كيف حن نتفاعل مع الاشياء اللي عنا أو المعلمات اللي عنا والانформation اللي عنا الساكر الشاكرا اللي هي مسؤولة عن مع الناس اللي احنا منحبهم والروت شاكرا الروت شاكرا هي الأساس والباس الروت شاكرا هي مسؤولة عن كل الشاكرات اللي فؤانية هلا المدتيشن رح نسوي اليوم نحاول نسوي بلانس بين الشاكرات هادولة اللي انه زي ما انا شايف كلياتنا فش عنا بلانس بما فيهم برضو انا فش عنا عندي بلانس المدتيشن رح يكون طوله تقريبا سبع دقاية بدي اياكم تعدوا تهدوا بدون ما تطلعوا ورا قداموا فوقوا تحت فليز طيب يارى شعر طيب شرط باكم ترجمة نانسي قنقر 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 او شو الوان اذا في حدا شاف الوان معينة بدي اعرف الوان اللي شفتوا ايش شفتين الوان؟ او بالطبع اسيلك كانت بلاكسيش الوان شفتين؟ اوه الوان شفتين؟ اذا كنت هذا اهي شي اسمه مهامان ترى مهاتان ترى مهاتان ترى مهاتان ترى واضح مفروض تتسوى الواحد كل اسبوع بيسوي بالشاكرات بتخلي واحد ينفصل شوي عن الجو اللي هو فيو لازم يشوف الألوان الشاكرة طبعته كل شاكرة لهذه المعيّن فإذا هي لونها برتقالي فإن كل شاكرة تحبرتقالي معناته الأكتف شاكرة اللي هي النابل شاكرة نعم من أول من أول هو الجو مش مساعدة المزيك مش مساعدة وإنتو كمان ما دخلتوش في المود كتير ومش مش مشكلة برضه نعم تفضلي المهم فالبوينت طبع هاد الحقيقي انه بتعمل بالانس بكل مراكز الطاقة هاي مشان تصير هاتة كل ها بالانس مشان هيك انتي مرات بتسوي أشياء مش عافي كيف سويتيها مشان هيك انتي مرات بتحكي إشي مش عافي لاش حكيتي بتسوي إشي مع واحد معين بتسوي هوش مع الثاني وهكذا فهدا كلهم منكم مشكلة بالشاكرة وزويكة وانتي يونك اللي هو بايسيكلي أزرع يعني انتي عندك الهات والثوت شاكرة شغالينش أنا درست يوغا بالهند عالتسعة تشفر بالهند بدرس يوغا درست مع دادا كريشن سيفاناندا اللي هو مستاذ يوغا كتير من غروب حقا تعلمت الاناندا يوغا اناندا مارجا اسم معناتها كيف تحاول تستمتع بكل دقيقة بكل ثاني من حياتك إذا انت مش طايق حالك مش طايق الشغلك مش طايق عيلتك كيف تحاول دام ترسل ابتسامة على وجهك هذا هويك دراستي كانت ميوزك ميوزك طب جايك بالحكي فهدا الحكي اللي درسته انا الاساس موسيقى دايما نازم كو موسيقى يس أمشان يكتميل كل إشي عندك تدخل انت بالمود وبالجاو بسرع لازم يجيب موسيقى الموسيقى هاي من الهند من بوهتان أو من كيفلة مش صيب تنجاب بس تكتعرف شو موسيقى تجيبها في دايما الموسيقى صوت ميو صوت ضفضاء هدا ما بنفعش الحكي لازم كن فيه مانترا لازم كن فيه حكي هاي بس بس ضوصة اللي احيان يس نعم كالعام مين ما يكون لما يسمع رذم معين برتاح نفسيا ليش؟ لأنه بحس حاله مرتاح وريلاكس ليش؟ لما كان في بطن الأمه كان يسمع طك 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 اللي هو دقات قلب الأم والصوت الثاني اللي هو صوت حركة رجلها رك 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 فأنت لما تسمع دائماً لما تسمع أي إشي فيه رذم معين حتى لو كانت موسيقى روك فيها رذم طن طن يلا يضع طن 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 بيسيكلي ترتاح فدا بدايما دور عن نصف فيها رذم نعم 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 شكرا